طيب امبارح قريت تصريح مهم جدا كابتن ابراهيم نور الدين صدقنا العزيز وحكبنا الدولة قالك ان التحكيم في مصر افضل من التحكيم الاسباني او حاجة من هذا القبيل احب اسمع رأي كابتن سايد ابدأ بكابتن ايمان ابدأ بكابتن ايمان ابدأ بكابتن اسامة اه بكبير اخش على الرسالة المصورية يعني كلام ما اعتقدش هل هو ابنتابع فعلا الدوري الاسباني وحركة الدوري الاسباني واخطاء الحكام اوه في اخطاء 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 وردا نسبة الاخطاء لا 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 ده gave like تأرير وصل لجنة الحكام بالزرق من اسبانيا تأرير ده مش تصريح يا سيد طبما أنت سايبنا عمالين طبما أنت عارف أنه فيه تقرير لا طبعا يا حاجة رسمية طلعة يعني هو بيقول أنه فيه تقرير بتقرير بوصل لجنة الحكام بيقول أن الأخطاء في مصر 3% والأخطاء في الدور الأسباني 16% والأخطاء في الدور الروسي 46% يعني الدور الروسي بلعبه قوت صح وقوت خلال يعني 46% بص 50-50 بص مشكلتنا مشكلتنا بس أنا مش حكم ولا مسؤول عن الحكام ولا راجل يعني في القانون أنا بتكلم ممارسة زي ما كابتن عيب مشكلتنا إن إحنا في التحكيم ما بنروحش للمشكلة إحنا دايما حواليها كده يعني أول ما يبقى عندك مشكلة في إدارة مباراة تمام ده كابتن إبراهيب بنودين عنده 9% يعني بنروح مشكلة مشكلة يعني نحترف بالمشكلة ما بتكلم جدا وحات ربنا نروح للمشكلة يعني تيجي مثلا تتكلم مع رئيس لجنة الحكام فأيا كان وقت أيا كان من الأهلي أو الزمالك على فكرة عشان بس رغم من الأهلي رغم من الأهلي طبعا يعني 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 لسه بنتكلم على موسم 2021 كرم في القانون ماته استقنافت خلاص خلص مش مشكلة خلصت يعني لكنها قصة ده تروح للجل الرئيس لجل الحكام يقول لك الحكم كويس ولازم أحميه ولازم أيوة يعني أحميه في الدرة لكن ما تطلعشي تحصل لي بلبلة أنا عندي يعني فاكل مرة تصريح لكابتن نا سمع مفتاح أكسم بالله كان بالنسبة لي عجيب جدا بنتكلم على ثلاث دربة الجزاء في المطش كابتن ناحمد حمدي الحكم اللي حكم له مطش طلع الجيش مصدوم جدا على فكرة بص أنا بقول لك هو يعني كان مش موفق لكن الرجل ده ممكن يكون حكم أكتر من مئة مطش كل الناس شايلوله مطش مع أنه بص بتكلم على أهليه كل الناس شايلوله مطش ده بس بقيت المطشات كويس ليه ما بتدروش تاني ليه ما بتدروش للأهلي غير مرة أو مرتين ليه ما تديره تاني أيوه يا حكم ما بتديره تاني ليه بتبعده فكرة عصامة الفتاحة طالع قال لك قال لك هم بتكلم على ثلاث دربة الجزاء معين هم اتنين بس يعني يا ابني ما هم فيه اتنين يا كابتن عصام ما هم اتنين انت روح للمشكلة بس وما نش عايزين باللغة التانية نعاند في الموضوع احنا عندنا مشكلة نعترف بيها يعني واحد عنده مشكلة في صحته ايما مش مقتنع ان هو يروح لدكتور لازم نروح لدكتور احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جماعة في التحكيم مشكلة كبيرة جدا لازم نعالجها لازم نحلها لازم نحلها لكن هنقول بقى كلام مش على ارض الواقع خالص يا كابتن عسامة كابتن عيمن عمرها ما تتحل طبعا عمرها ما تتحل بقى كل اللي شايفينه ده بيمثل 3% هي بداية حل اي ازمة ان انت لازم تعترف بها عشان تبتلي تشوف انت هتصلحها ازاي طبعا فهو طبيعي جدا ان انت تدور على دايما اسباب المشاكل عشان تمشي وراءه وتحل انما فعل التعامل يا كابتن عيمن بس كابتن عسامة تعرف يعني لما بتيجي التعامل مع واضح لازم تكون واضح لا وكمان انت كابتن انت اسمك كبير مثلا في التحكيم او اسمك كبير جدا في المجال وعندك خبرات كبيرة جدا لما تيجي تتعامل مع مع حد لسه طالع ما تتعاملش عامل فوق اوى كابتن عسامة ده حتى من الزكاء في التعامل مع ناشئ صغير ولا حاجة انت بتقرب منه بتقرب منه وتدوره خبراتك وتقوله حتى لو اخفق خلي بالك انا كنت كده ما تقولهش مثلا ايه انا كنت تجيب له كل المواقف الايجابية بتاعتك تجيب له كمان مواقف سلبية طبعا انا اول ما طلعت كان كذا واول ما طلعت كنت خايف من كذا واول ما طلعت لعشان تقدر اني تتساعده فهمني يا كابتن مهيب